معنا الاستاذ احمد من السويسي استفضل. استاذ احمد. اهل السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. استاذ احمد ممكن بس اطمع اني حدك يعني توطي التلفزيون وتسمعني من التلفون لو تكرمت. اعطي. اتفضل استاذ احمد. اه سمح حدرك عدي سؤالين. اتفضل. اه لا سمح حدرك دلوقتي والدتي اه متوفية من الشهرين. الله يرحمها يجعلها في فساعة جنات. كانت قعدت اسبوع من غير اكل ولا شرب. مكنتش عارف اللي هي خلاص بتودع. انا وكانت تبالي اسبوع تعبان برضو من اكل والشرب مكنتش باكل. فكانت اخذها في كلمة كانت في الامة الاخيرة مكنتش تقدر تقوم. فانا عليها ذنب اللي انا ما جبت لاش الدكتور او كده فانا مكنتش عارف اللي بتودع. اه تاني سؤال اه والدتي كانت متوفية وهي بتضحك. عاو زعرف ده تفسيره ايه. طيب كويس. بس لسيدي. انت دلوقتي ازا كنت انت لا يكلف الله نفسا الا وسعه. انت مكنتش عارف ان هي تعبانة او مريضة. وكنت متصور ان هي لا ما عندهاش رغبة. خليك اه لو تسمعني. انت حاس ان هي ما عندهاش رغبة في الاكل. مش ان هي عدم اكلها ده لان فيه مشكلة في جهاز البلع او او شيء من هذا القبيل. فانت ليس عليك شيء. لان الله سبحانه تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعه. انت اخطأت في التقدير وما كنتش عارف ده. انت مش طبيب. انا بقولك كده ليه? عشان ما تستمرش انت في جلدي ذاتك. وتبتدي تدخل في دور واسواسه. ودوت مش هو دوت المراد شرعت. انت بدل اهتمت بيها بما تستطيع. وانت كمان بتقول ان انت كنت مريض. اذا كنت اهتمت بيها بما تستطيع ان شاء الله ليس عليك اثم. ولكن انت عليك دلوقتي واجبات. عليك واجبات ان انت تدعو لها. وتستطيع ان شاء الله ان انت ترسل لها هدايا. بان انت تتصدق عنها. ان شاء الله ربنا سبحانه تعالى يكتب لها. ويوسع في قبرها. ويجعل قبرها منزلا للانوار ومهبطا للأسرار. ويستقبلها كما يستقبل الابرار ان شاء الله. الامر التاني. السؤال التاني اللي حديك سألته هو مسألة ان حضرتك بتتكلم على ان هي توفيت وها بتبتسم. ان شاء الله ده يكون من عاجل البشرة. وان شاء الله ربنا يجعلها في المكرمين ويجعلها في المحبوبين ان شاء الله.